قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يبقى صامتاً وهو يشهد شعباً بأسره يدمر بينما ينتظر الحماية التي تحق له وأكد منصور ضرورة محاسبة إسرائيل على جميع جرائمها ضد الإنسانية التي ارتكبتها في إبادة الشعب الفلسطيني وعلى مدى سنوات الاحتلال غير القانوني